السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله هل تعرفون من هم السعداء حقا؟ تعالوا خلنشوف سوية منهم السعداء هم الذين انشغلوا بأنفسهم عن الآخرين فحرصوا على إصلاح قلوبهم وعيوبهم فحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبهم الله يوم القيامة السعداء هم الذين عرفوا حقيقة الحياة وأنها دار معبر وليست بدار مقر فاغتنموا أوقاتهم فجعلوها في طاعة الله السعداء هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويستغفرون الله على ذنوبهم وتقصيرهم في جنبه سبحانه وتعالى السعداء هم الذين لا يعرفوا الحقد والحسد والكذب والتسويف والمخادع طريقا إلى قلوبهم فإن وقع شيء من ذلك اجتهدوا في مدافعته ورفضه السعداء هم الذين لا يتكلمون ولا يسمعون إلا أطيب الكلام وأحسناه فينتقون ألفاظهم كما ينتقى أطيب الثمر السعداء هم الذين يسيرون على منهج النبي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ويتبعون سنته قولا وعملا السعداء هم الذين يتفائلون دائما ويؤمنون بأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم وما أخطأهم لم يكن ليصبهم الصابرين الراضين الحامدين لقضاء الله وقدره السعداء هم الذين طمأنت قلوبهم بذكر الله وآنست أرواحهم بالقرب منه فتجدهم في سعادة وسرور وإن كانوا في عيش ضيق جعلني الله وإياكم من السعداء إن أتممتم القراءة ومشاهدة هذا الفيديو تركوا أثرا طيما تؤجرون عليه تسبيح استغفار صلاة على النبي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول الحبيب محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله شرها ولك أجر كل من تعلمها وعلم غيرها والله يحفظكم وأهليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته